الله يسعدكم يا رب طبعا رح احكي اليوم على ملف ما حد حكى فيه بهذه الصراحة اللي هو ملف الساحل ورح احصر الموضوع بسؤالين هل يوجد فيتو على معارك تحرير الساحل؟ أكيد لا السؤال الثاني هل يوجد من هو جدير بالحديث عن الحراك العسكري فيما يخص الساحل؟ هو رجل واحد ما زال على قيد الحياة كان في منه نعيشين وكانت ممكن نقول أكتر لكن الرجل الوحيد الباقي على قيد الحياة وهو جدير بكل ما تعنيه الكلمة أن يتحدث عن الحراك العسكري في اللاذقية هو الملازم الأول أبو رحال خلينا نرجع إلى السؤال الأول وهو هل يوجد فيتو على معارك الساحل؟ هناك كثيرين من الناس اللي هن عدمين المعرفة بالساحل أو اللي ممكن شارك حوالي سنة وبعدين طلع برات الساحل وضمن المعلومات والسياق اللي هو عرفه أو نقلا عن نقلا عن نقلا أصبح كلمة فيتو على الساحل هي كلمة راسخة عند شريحة كبيرة من الناس وللأسف عم يتم تناقلها بشكل أعمى وأنا أتحدى شخص يطلع ويقول جهة رسمية قالت لا معارك في الساحل هذه الدعاية هي بروبوغندا من ميليشيا بشار الأسد ولكن مع الأسف بعض الشخصيات النافذة تبنتها وسوقت فيها طبعا أنا رح أعطي دليل على صحة كلامي الناحية العملية الناحية العملية بتقول أنه بدأ شباب الساحل بالتسرب من المدينة بل انضمام مع شباب جبل الأكراد والحفة وبدأ تكون هناك نقاط مضيئة من أجل اتساع مكان أو جغرافية المحرر إن كان في جبل الأكراد أو في جبل التركمان طبعا الموضوع أصبح بشكل تداعي الثوار الأوائل بدأوا يغتنموا وبدأ وكأنه ميليشيا بشار الأسد عم متدربون أن يكونوا أقوى كيف كان يبعث أعناصر فالعناصر يتم اغتنام سلاحة ثم يبعث سيارات فيتم اغتنامها ثم يبعث سيارات مدججة ببيكيسيات وبدوشكايات فيتم اغتنامها ثم 14 نص ومن ثم آخر شيء كانت معركة الأوتوستراد اللي كانت هي إذان بتحرير بقعة جغرافية كبيرة من جوة الأكراد ومن ثم تم تحرير برج القصب بتاريخ تلاتة تسعة 2012 طبعاً اللي شارك فيها البطل أبو بصير حمامي أبن مدينة اللادئية وأيضاً كان موجود فيها أبو رحال وموجود فيها الخال أو إبراهيم الشغري الله يتقبلوا ويوجد فيها ثلة من الشباب اللي منه نرتقوا واللي منه كانوا موجودين وللأسف الآن هم قلة قليلة ممن يشعد على هذه الفترة طبعاً هذه الفترة أنا كانت معتقل ولكن يوم خروجي من المعتقل كان يوم تحرير برج القصب برج القصب بتحريره عملياً تم تحرير جبل التركمان بالكامل وجبل الأكراد بالكامل لأنه يشرف على مناطق كبيرة جداً كانت ردة الفعل إذن أنا أعطيت تاريخ ثلاثة ساعة 2012 كانت ردة فعل مريتش يا بشر الأسد أنه انكفعت إلى الأراضي الأصيل الليلة اللي هي اللي بيعرف به جغرافيتنا واللي هو الرسم هذا الخط ابتداءاً من قمة جبل النبي يونس إلى كتف صحيون إلى استربي إلى بلاطة إلى بيت شكوحي إلى تلة وصولاً إلى آخر نقطة رباط للشباب اللي هي غمام دغمشلية لزويك ومنها لزويك بيكون ما يقابله جبل النوبي اللي هن اتنين يحموا مداخل جبل الأكراد ويحموا أيضاً برج القصر اللي تم تحريره بتاريخ 3-9-2012 إلى غاية هذا التاريخ اللي ذكرته حرر تقريباً جبل الأكراد بالكامل وحرر تقريباً جبل التركمان بالكامل ما عدا كسب الآن منشوف أنه بدأت أرهاصات خروج التنظيمات الجهادية أو الراديكالية وابتدأ الموضوع في دخول تنظيم القاعدة بعد منه اكتسح تنظيم الإداعش هذه المناطق وستطاع أنه يعلن حاله أنه هذه المنطقة تابعة له بهذه الفترة جميع الفصائل العسكرية بالساحل دانت بالولاء خوفاً في منهم نهربوا وفي منهم نبقوا وأنا أشهد أنه اللي كافح هذا التنظيم علناً هو أبرحال وقتل له شباب وشاب من جبل التركمان من بيت عبدالله هدول الاثنين اللي أعلنوه أما الباقي خاف وطبعاً بسبب أنه تنظيم الإداعش كان عنده جرأة في القتل الناس اللي خافوا هنه حتى الآن موجودين يا جماعة مع الأسف إذن هون تنظيم الإداعش بالألفين وثلاثة عشر قام بمعركة استطاع فيها أسقاط هذا الصف المرعب اللي هو استربة نباتة بلاطبة الشكوحي بخلال خمسة وأربعين دقيقة وممكن يطلع لناس وتقول لي هذا الأمر مخطط بينه وبين ميليشيا بشار الأسد لأسقاطها من أجل يكون نعرة طائفية لا للألفين وثلاثة عشر كانت القدرات القتالية عند شبابنا متواضعة ولكن عن تنظيم الإداعش كانوا خبرات واستطاعوا أنه يقتحموا هذا المناطق يحرروا أربط عشر قرية لكن هون بدأت الاختلاف وهون بدأت مسرحية كان دائما ميليشيا بشاري معارك سهل تختلف عن أي معارك في سوريا معارك سهل هي عبارة عن معارك مراصد أنت تسقط هذا المرصد فأنت تحرر القرى اللي هي حواليه بالكامل لم تستطع أن تحرر هذا المرصد فهذا المرصد رح يظل قائم ويتم السيطرة على القرى المحيطة فيه بالكامل فإذا خلال 8 أيام 9 أيام كانت محررة هذه القرى قتل فيها الشهيد وليد أوسي الله يتقبله وثل من الشهداء أيضا من جبل الأكراد ومن الساحل من المدينة من جبلة من بانياس بعدا منها اتبعت ميليشيا بشار طريقة وطريقة كانت دائما تبدي نجعة اللي هي ينسح من المرصد ويبدأ بالرمايات اللي كانت تشعل الأرض تحت الشباب فيضطروا الشباب أن ينسحبوا وهذا اللي صار بمعركة عائشة اللي هو ميليشيا بشار انسحبت من هذه المناطق لأنه لا يرتقي اللي لا يرتقي لا بشار ولا جيشه أنه يواجه صرماية مقاتل من اللازقية كانوا يهربوا مثل الجرزان لذلك كان يعرف أنه هو ما نند لهذا المقاتل فكان ينسحب وكان يعطي أوامر من المراصد جميعا بنفس الوقت أنه يتم رجم هذا المرصد لأنه سقط فكانت مقتلة أنك تضل بهذا المرصد لذلك رجعت الخطوط القديمة إلى ما كانت عليه تماما وبقيت هذه المناطق من لما حررها الخال أبو براهيم الشغري أبو بصير حمامي يلا يتقبلون أبو رحال وثلي من الشباب أنا آسف إذا بنسى أسماء شباب من بيت الشيخاني شباب من بيت أندرون شباب من بيت أوسي أنا شاهدتي مجروحة بالكل بقي هذا الوضع على ما هو عليه حتى إجت تركيا وقامت بتأسيس فصيل ولن أذكر اسم هذا الفصيل لأنه أهل الساحل بيعرفوا وتم دعم هذا الفصيل وكان مشروع هذا الفصيل هو تحرير مدينة كسب ليش؟ من أجل المقايضة إذن التركي فات بمقايضة بين تل رفعت ومنبج مقابل هذه المنطقة وبالفعل تمت التسهيلات أنه لتفوا من الأراضي التركية ونزلوا على المخفر السوري اللي هو على جبل الأقرى ثم على المعبر وتم تحرير هذه المدينة أرجعنا على نفس الإبتلاء اللي هو ينسحب تنسحب ميليشيا بشار الأسد ثم تبدأ الرمايات لكن هنا الموضوع اختلف يا شباب تم استقدام ميليشيات لبنانية وإيرانية وزرعوا المنطقة بالكامل معروف قمة تشالمة المقتلة اللي تصير فيها والمناطق التماس في مناطق كسب ومن بيناتهم قصي آغا الله يتقبلوك أنا هو قائد أيضا موجود قتل فيها أنا أعتذر إذا بدا تغيب عني أسماء ولكن مع الأسف بآخر يوم أنا كنت موجود في كسب استيقظنا صباحا وعرفنا أن الطريق أطع وفي شباب عم يسمعوني بأكدوا هذا الكلام طريق أطع إلى جبل الأكراد فالشباب آموا بفتح الطريق فلما عبرنا كان اتفاقية التسليم واضحة والفصيل اللي كان موجود في التحرير وصل إلى خربة الجوز وكان ميليشيا بشار قاعد على قمة السيرياتيل تراقب الفصائل هي وعم تنسحب وللساعة 8 مساء كانت كسب فارغة اللي موجود فيها داك الوقت بيعرف أنه جبل الأكراد والتركمان ما في بيت إلا ما كان فيه مصاب ورقم الشهداء ما رح يزكوا لأنه الكل بيعرف مسؤولية تحرير الساحل كانت تقع على سوريا كلها مو على شباب اللادئية الموضوع كنا ما نند ما نند بالسلاح وللأسف ترك شباب الساحل لوحدهم مين الفصائل اللي اجت من الداخل أنا بعرف فصائل اجت على جبل الأكراد يوم واحد وانسحبت وما رح سمي الأسماء اللي بيتبجح ويقول مقتل النظام بشار الأسد في الساحل كان اللي وين الفصائل اللي اجت قاتلت وين تجي مؤازرات بعد ما يبدأ ميليشيا بشار الأسد بحرق الأرض وأقسم بالله العلي العظيم مرات كتيرة كنت تقول للمرابطين في النوبة توجدوا للنوبة وأقسم بالله العلي العظيم قول هؤلاء يشبهون الصحابة وأقسم بالله العلي العظيم تحترق الأرض تحتهم تركوا وين مسؤولية تحرير الساحل مع مين ترك بعام 2000 بآخر 2011 قرر المجلس العسكري بالله دقيقة أنه الشباب المنشقين بالرتب الصغيرة وأبو رحال عم يسمعني قرروا أحد الرتب الكبيرة قاعد المجلس العسكري أنه أنتوا لازم تنزلوا على الأرض وجمعهم وعطى لك الواحد لابتوب وموبايل ومئتين دولار وقال له نزيل الأرض أرضك عطى لك الواحد منهم في واحد منهم اللف من ورا الخيمة ورجع عطايا هون وقال له أنا ما خرج أنزل هذا اللي قال له هيك استلم أكبر فصيل في محافظة اللادية طبعا المؤسس لهذا الفصيل الله يتقبله من الحفة قتل قتل بيكسب أظن ومن نعم الشباب هو نقيب أظن وبيعرفوه شباب الحفة وكانت اخسارة للساحل كله فالنتيجة استلم هذا الشب أنا ما عمزم فيه أنا عم بيحكي حقائق فقط اللي هو ليس أهل أنه يكون قائد هيك فصيل أحد المرات لما استدعته تركيا ليطلع يجتمع بتركيا عسكري تركي ترأو كفين خلاه يفتل مثل الزنبالك على حدود بالألفين واربطاعش بنص الالفين واربطاعش كان الوهن واضح لو أنه فيه عدد كبير لأنه من بين الآلاف بهاي الفصائل التي دعمت من المك وتم السيطرة عليها تركيان وتم أفسادها وجميع القادة اللي إلا أصبح إلهم أملاك وبيوت وسيارات موجودة في تركيا ويا ما حكي نالهم وإن نالهم شباب أفغانستان ما واحد منهم كان في باكستان عنده فيلا وسيارة ورصيد بنكي لا وآخر شي جنسوا هؤلاء لن يقاتلوا وين الفيتو بالموضوع لا يوجد فيتو لا يوجد فيتو بسبب هذه الفصائل تم تحييد كل الشخصيات اللي كانت قادرة إنه تحرر بسبب شو؟ بسبب إنه مثل الآن موجود بأرياف حلب الجيش الوطني الفاسد وتهميش القادة الحقيقية تم نفس الموضوع عنا في الساحل لما بدأ التدخل الروسي الاجتياح الروسي بآخر 2015 طبعا ملاحظة جدا مهمة الساحل حتى تنظيم القاعدة بأوجه 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 قوته كان لا يتعدى الميتين وخمسين شاب عنده بكل الساحل لكن الفصيل آخر عنده أربع تلاف والفصيل اللي بيتركمان كان عنده ألفين يعني عم تحكي بست سبع تلاف ثمانت آلاف مقاتل بالتصعيد الروسي اللي صار سقطت المناطق اكتباعا وبدون أي تنسيق وبدون أي تصميم أنه أنا أعمل خط دفاعي تاني أو تالت لكن الموضوع كان انهيار لزويك بأت أربعين يوم جبأ برج القصة بضل أربعين يوم تم أسقاط الزويك اللي هو قلعة قلعة سقطت وتم أربعين يوم ميليشيا بشار قاعد بزويك وبرج القصب مع الشباب والحامي لبرج القصب هو النوبة اللي سقطت ومن ثم لزويك وأصبح برج القصب عاري وبالسيطرة بشار الأسد على برج القصب يسقط جبل التركمان ويسقط جبل الأكراد وبالفعل هذا اللي صار بعد أربعين يوم طلعوا وأخذوا أنا ما لي شيء شخصي ما حدا أبدا لدرجة أحد القواد اللي إلون وزنون أمام الشباب بعد ما تم السقوط قال حدا بيقاتل جيش لا يوجد فيتو على محاق معارك الساحل إنما نحن من وضع الفيتو وخذلان جميع القطع الثورية في باقي المحافظات والمقاتلين الساحل تركوا بدون رأي وبدون قيادة حقيقية وسليمة للألفين وثلاث عشر تم اغتيال الصف الأول أو تم قتل الصف الأول والثاني والثالث وفي الألفين واربع عشر تم اقصاء الرجال الحقيقيين فأصبح جبل الأكراد عار من أي قيادة فكان السقوط المحتم لهذا الجبل لأنه غابت القيادة ألف رحمل القادة الحقيقيين اللي كانوا موجودين ألف رحم عليهم إن كانوا من الساحل أو أبا بصير أو كان الخال أو كان القادة الحقيقين الشرفاء من بيت شيخاني ولا من بيت أوسي ولا من بيت بيطار من الحفة ولا من بيت حسون من الحفة سامحوني إذا نسيت أسماء لكن كل واحد بيقل لكم أنه كان في فيتو على الساحل خرسوا قالوا لولو لا الفيتو نحن صنعناه ما كان في فيتو لا تصدقوا الفيتو نحن صنعناه وخذلان شباب الثورة بباقي المحافظات أو عدم تقديرهم لخطورة جبهة الساحل تركت لحالها لذلك أسقطت بهذه الطريقة بالاجتياح الروسي بآخر فترة أوجه تحية كتير كبيرة لبعض الفصائل اللي موجودة بأرياف إدلب وبإدلب من بيناتهم جيش العزل اللي هو إجا قاتل في مكان لا يعرفه جغرافيا وقتل من عنده ثلة من الشباب وبالأخير تم إسقاط هذه المناطق دون قتال دون قتال إلا بحالات فردية وشخصية فقط ولم تكن فصائلية أنا ما عندي شيء شخصي أمام حدا أبدا لكن هاي الحقائق ولو سمحتوا لا تسمعوا من حدا كل نقل كذب الساحل ترك ليسقط لحاله ضمن بروبوغاندا أطلقها الكادر الإعلامي عند النظام الوريث القاصر وتلقفها بعض الضعفاء وتم تسويقه لكن الحقيقة إحنا خذنا بالساحل وتركنا لقمة سائغة الله يتقبل كل شهدائنا ويشفي مرضانا ويفرج عن معتقلنا بعد شبابك يا ثورة الـ 2011 و12 و13 ما في وللي متنا ضلوا بخير